طيب معنا حكمنا طبعا الدولي وإن شاء الله هيشارك باسم مصر فيه كأس العالم كابتن محمود أبو رجال تحت لي كابتن إن شاء الله خير كابتن فروض يا حضرتك عاملي كابتن تقديس سيد كابتن تقديس سيد وكابتن حمد أفتاح أخواتي كبار وحبيب حبيب يا حبيب يا حبيب بنبريك لك يا كابتن وإن شاء الله يعني تبقى فخر لينا هناك إن شاء الله كأس العالم بنا خليه كابتن مباركة جميلة ومتشكل لزوكه جدا ربنا أخي استقبالك للخبر ده كابتن الله يعني استقبال يعني أي حكم في العالم كله بيتمنى أنه يكون موجود في بطولة زي دي يعني طبعا شرف كبير وفقر ليه والبلدي وكل يعني الحكام مصر كلهم بس هي مسؤولية كبيرة برضي يعني أكسلا بأنا نتمنى أن نكون قد المسؤولية وإنت محمود قدها إن شاء الله أنت حكم محترم ومن أفضل حكام الموجودين في العالم أنا قلت كده وحاجة مشرفة وبالتوفيئة برد دائما على فكرة محمود ده تاني كاس العالم يشارك فيه ده إن شاء الله عليه كان نشارك في كاس العالم للشباب في نيوزيلندا صحيح ده كاس العالم للشباب كان موجود في النهار كونفدرالية كان موجود في كاس العالم للقراط فدي تلك بطولة في فى المحمود يمكن هو مش هيكلم بس هنا إن شاء الله إن شاء الله هو هو الفكرة كابتن برضو وخلي بالك حضرتك الوحيد المتواجد من حكامنا وبالتالي برضو بتشوف فكرة توابط فرد أو حكم واحد في كاس العالم بالرغم من إحنا عندنا حكام على أعلى مستوى وعندنا حكام كتير على أعلى مستوى وعندنا حكام كتير يمكن ممكن يكون مستوى أفضل مني ويروحوا بس هي الفكرة أول حاجة أنا قلت قبل كده إن ده يعني توفيق ورز وخصيب من عندنا وابتهاد وفعب سنين فاتس مكانش بموضوع ما جاش على طول يعني كان فيه خطاوات كتير جدا لغاية ما أتمل ابتدار النهائي أنا بقول إن يعني أنا مش عايزة أقول إن ما كانش يعني ما نقللش من حجم الإنجاز إن فيه حكم مصر يروح لكن لو ما حاجب ترجع بالفريق دورا من النادر جدا إن كان فيه أكثر من حكم يروح جر في ألفين واثنين تقريبا أعتقد إن المفروض يكون لنا واحد واثنين وثلاثة لكن المفروض إحنا نشتغل على ده في الفترة اللي جاية لكن يعني بقول الحمد لله وكل زمائلي أعتقد فيه مناس كتير يعني تستحق الناس بموجودة بس هو التوفيق وعدم التوفيق في الآخر يعني ما أقدرش أقول غير كده يعني الحمد لله أصعب المباراة بل في الفترة الأخيرة كنت متواجد فيها كبت كنت شوفها يعني أنا كنت أخير مباراة كانت الكاميرا إنه الجزائر اللي هي كانت تصييات كاس العالم المهين لكاس العالم دي كانت مباراة برضو كانت مباراة فيها ندية عشان فيه فريق هيصعد وفريق هيحكاس عالم فريق مشايل وقص وبعد كده العقب تقريبا الديربية بتاع الاتحاد الليبي واهل الليبي كان معايا حكم مصري. كان كابتن محمد اه معروف. وبعد كارو احمد عيدنا الوداد وماتش مع شباب بالاستاد كان امين عمر. فالحمد الله كلها متشاكة وية وكلها بتضار بطبقاتهم مصرية يعني. فعندنا كفاءات كتير في مصر. امين والبنة ومعروف. مش عايز انسى حد وابراهيم. كل الناس يعني ومحمد عادل واحمد الغندور. كل الناس تقدر تدير وتقدر تعمل يعني متشاكة ويسة جدا. يبقى بس ان ان ربنا يكرمنا والتوفيق والدعم ان احنا ان شاء الله بازن الله نعمل يعني ربنا يكرمني في اللي جاي. نبني خطوع على اللي انا عملته لان احنا في كاس عالمي جاي نكون طاقم كامل ان شاء الله. ان شاء الله. كابت اننا عايزين توصلوا السلام. مبروك ام عبدوا بالتوفيق وان شاء الله اتشارك مصر وده الطبيعي بتاعك يعني. موجودك في كاس عالم ما كانش مفاجأة لنا. ربنا احفظك يا محمد. انت اخوية وانا عارف مدى فرحتك وساعدتك وبان انا كون موجود لان انا بقديركوا نفس الشعور والله. ان شاء الله نعمل حاجة كويسة باسم التحكيم المصري. واباسم الريالة مصرية لان المنتخب طبعا حافظ الحظ ان هو يكون موجود. ان شاء الله انا بخير السفير لمصر ان شاء الله بإذن الله. طبعا كالتوفيق يعني هو عارف ان انا اول ما جات لي الصبر. يمكن من ناس اللي انا اول من اول ناس اللي انا يعني اللي بيقى بجنب اي حد. حبيبة محمود وبالتوفيق ده يا رب وحاجة مشرفة. مش عايز كابتن فاروق بس مش عايز انسى. اتوضل ان ان في فضل كبير جدا لناس كتير جدا وورا لانا في ده من اول اللجنة اللي موجودة دلوقتي ببس كابتن صامح فتاح والناس اللي موجودة وقابلها كابتن جمال غندور وكل الناس اللي اشتغلت معاهم كابتن وجيه احمد. صحيح. مش عايز اقول ان في حد اثر معايا. يعني هو انجاز كبير يعني اللي بيزعني ان ممكن الناس تطلع تقلل من حجم الانجاز. مش مش عشان محمود رايح. لا عشان ان في حكم مصري رايح. التحكيم اكيد في كل العالم بيمر بكبوات بس كلنا يعني لما بنشتغل بنشتغل لصالح مصر والصالح الرياضة مصرية. في الاخر ما نقدرش نقول ان احنا نعمل حاجة تشرف البلد في الاخر بازن ان شاء الله كبير. صحيح صحيح. كاتب حمود بن اتمنىك التوفيق حكام الدوري المساعد ان شاء الله اللي تم اختياره فيه كأس عالم بقطر. ان شاء الله عشرين اتنين وعشرين اتمنى له كل التوفيق.